بسم الله الرحمن الرحيم لدينا وصفة اليوم ببذور الكتان وصفة وزيت بذور الكتان وذلك كذلك تلبية لطلبات الكثيرات من مشتركات قناتي بذور الكتان للشعر فوائدها كثيرة فالكتان يحتوي على بروتينات وأحماض دهنية وحمض الفلك والأوميغا ثري كذلك يحتوي على فيتامينات مثل الفيتامين سي والفيتامين اي والفيتامين دي والفيتامين اي وفيتامين بي مجموعة الفيتامين بي وكذلك يحتوي على الحديد وكاليسيوم وكوتاسيوم له فوائد كثيرة لجمال الشعر خاصة تنعيم الشعر ولدينا قلت وصفة لإنبات الفراغات وتابعوا معي الفيديو للأخير كذلك لعمل زيت بذور الكتان أولا نقوم بأخذ بذور الكتان طبعا المكونات هي بذور الكتان زبادي طبيعي وزيت الطبخ لعمل هذه الوصفتين طبعا المكونات هذه تكون حسب طول وكذافة الشعر نأخذ بذور الكتان ونقوم بطحنها مباشرة في المطحنة في البعض يسألوني عن بذور الكتان لإستخدامها في وصفات التنحيف والصحة وكذلك نقوم بأخذها في عملها على الصلطة والمعجنات بذور الكتان نقوم بطحنها أثناء استخدامها لوصفات الصحة وكذلك الرشاقة ولا نقوم بطحن كمية كبيرة والاحتفاظ بها فقط نقوم بطحنها أثناء الاستخدام ونتحصل على بذور الكتان مطحونة بودرة بهذا الشكل نفرغها في وعاء ثم نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزباد الطبيعي أو اليوغورت أو الروبة أو الرايب أو حتى المايونز فنضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان قلت تكون مطحونة صاحبات الشعر الجاف جدا أنصح بإضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت السمسم أو زيت الصبار أو أي نوع زيت متوفر عندك في البيت تستخدمينه لشعرك نتحصل على هذه الخلطة ونقوم بتوزيعها على الشعر يكون نظيف ليس مرسول وإنما نظيف من أثر أي زيوت أو أي مستحضرات موضوعة على الشعر من قبل نقوم بتوزيع هذه الخلطة جيدا خاصة نركز على أماكن الفراغات لمن تعاني من الشيب في شعرها أنصحها بعمل كمية مماثلة لبذور الكتان من بذور السمسم نقوم بطحن بذور السمسم على شكل بودرة ناعمة لكل ملعقتها طعام كبيرة من الزبادي نضع ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان مع ملعقة طعام كبيرة من السمسم يكون مطحون على شكل بودرة نقوم بعمل تدليك للفروة برؤوس الأصابع بهذا الشكل لحوالي خمس دقائق تدليك خفيف خاصة نركز على أماكن الفراغات وهي مقدمة الرأس بهذا الشكل وبعدها نقوم بلف الشعر بواسطة البني البلاستيك ونتركه من ساعة إلى ساعة إذا كانت القبعة الحرارية متوفرة في البيت يكون أفضل القبعة الحرارية رائعة جدا لعمل ماسكات الشعر نتركها فقط لمدة نصف ساعة القبعة الحرارية رائعة جدا لمن ليس لديها الوقت لإطالة وصفات الشعر من ساعة إلى ساعتين وبعدها نقوم بغسل الشعر ويكون أفضل بشامبو أطفال أو شامبو طبيعي من بين الشامبوهات المتوفرة في قناتي لدي عدة أنواع شامبوهات في القناة هذه الوصفة لها فوائد كثيرة جدا للشعر تعمل على علاج تساقط الشعر وأطرافه المتقصفة طبعا نوزع كامل الخلطة على الشعر حتى الأطراف كذلك تعالج مشكلة الشعر الخفيف وإن بات ثراغات مقدمة الرأس تبدأ النتائج في الظهور من أول أسبوعين استخدامك المنتظم لهذه الوصفة تستخدم من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حسب نوع شعرك تعمل على تنعيم الشعر لأن بذور الكتان تعتبر ككيرة طبيعي للشعر وتوجد وصفة بالقناة لبذور الكتان لتنعيم الشعر هذه الوصفة تعطيك لمعة رهيبة لشعرك ترطب الشعر الجاف كذلك تحمي فروة الرأس من القشرة وحتى الفطريات هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر خمس سنوات فما فوق يمكن استخدامها لهم وبكل أمان نقوم الآن بتجهيز زيت بذور الكتان لعمل زيت بذور الكتان والذي أنصح بترطيب الشعر به بعد غسل وصفة الزبادي وبذور الكتان نحتاج لملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان تكون مطحونة على شكل بودرة نأخذ برطمان ثم نضع لكل ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان خمسة ملاعق طعام كبيرة من زيت الأكل زيت الطبخ أي نوع موجود في مطبخك استخدميه وكما يمكنك استخدام أي نوع زيت تفضلينه أنت ويناسب نوع ومسامية شعرك نرجع البرطمان جيدا ثم نترك الزيت في مكان مظلم وجاف يوميا نقوم برج البرطمان يوميا نقوم برجه مدة أسبوع كامل ويفضل أن يحفظ الزيت في قارورة داكنة اللون من الأفضل ذلك يمكننا إضافة كبسولة فيتامين إي لمن ترغب بذلك ولكن حبوب الكتان أو بذور الكتان غنية جدا بهذا النوع من الفيتامين وبعدها قلت يحفظ الزيت في برطمان داكن اللون بعد مرور الأسبوع نقوم بتصفية الزيت من البذور ونستخدمه في وصفات الشعر بالنسبة لزيت بذور الكتان يحافظ لك على صحة الشعر بسبب احتوائه على أحماض دهنية أساسية وكذلك يعالج مشاكل الشعر مثل التقصف، الجفاف، ظهور القشرة، تقصف أطراف الشعر التالفة ويغذي لك الشعر وكذلك يزوده بالعناصر الضرورية لنموه وزيادة قوته واستعادة توازن الدهون في فروة الرأس وذلك عند استخدام زيت الكتان بطريقة منتظمة وذلك كاستخدامه كحمام زيت مثلا على الشعر لمدة ساعتين وبعدها نقوم بغسله أو نقوم باستخدامه كمرطب للشعر بعد وصفات بذور الكتان قطرات منه فقد تكفينا لترقيب الشعر بعد الاستحمام وهو مبلول كذلك زيت الكتان يحافظ على رطوبة الشعر ويجعل شعرك المجاعد ناعم وسهل التسريح من الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر خمس سنوات فما فوق يمكن استخدامه بكل امان كذلك الرجال يمكنهم استخدام وصفة بذور الكتان الاولى مع زيت بذور الكتان امنة وليست لها اية اعراض جانبية صلاحية هذا الزيت تدوم في مكان جاف لمدة ستة اشهر اذا استخدمنا زيت فيتامين اي صالحة لمدة سنة كاملة شرط حفظه في قارورة غامقة اللون في مكان بارد وجاف من اخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الاصدقاء كي تعم الفائدة اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة